وعشان كده تعالوا نشوف هنعمل ايه؟ عشان نتوقف من هذا الوباء وهذا السرطان اللي لو دخل قلبي انسان يفسده تعالوا نشوف نعمل ايه؟ اول حاجة عشان نتوقف على الاحكام على الناس اول ما يجي حد وتحس ان انت عندك شهوة ان انت تحكم عليه ايه اللي حاصل؟ على طول انتقل من انك انت تحاول تتعرف عليه فيه فرق منك فيه فرق كبير جدا من انك تحكم عليه وتتعرف عليه يبقى عندك شغف ان انت تتعرف عليه فتعرفه من كلامه من افعاله ما تعرفوش من ماذا من انطباعك عنه فتوقف عن الانطباع واستمر في التعرف وتذكر ان انت عندك امر اله ان الله سبحانه وتعالى جعلنا شعوبا وقبائل لتعرفه فاحنا عندنا غاية ولكن بين فيها ان احنا المفروض علينا ان احنا نتعرف على بعض فتعرف على الناس بس انت وبتقابل الناس قابل الناس بصدر سديم ما تقابلهمش بأحكام عليهم دي بأول حاجة تعارف ولا تحكم يعني اسمع تاني حاجة ارجوك ما تتتبعش حد مش محتاج ده الا لو كنت انت محتاج ده في تكليف او امر او شغل تعالوا نبطل خصلة ان احنا نتتبع الناس شفت فلان النهاردة افضل ابحث هو مين السطو ايه معرأة لما احتاج ان انا اتعامل معه بالدينار والدرهم او احتاج معه في وظيفة انا محتاج ان انا قيم كشخص عشان نشترك مع بعض ساعتها ابقى ابحث البحث ده لكن مش معقول اعمل كده مع كل الناس هذه شهوة مش بس شهوة هذه من اوامر النفس الامارة بالسوق عشان تخليك تقطع ما بينك وبين الناس وبعد كده مع كتر الاحكام على الناس ايه اللي حصل يطلع بقى العبارة اللي تصاغط في ماذا في الكتاب المقدس للنفس الامارة بالسوق الناس ما بقوش زي زمان او الناس ما بقاش في يوم خير او الناس حالتهم فسدت كل دي ايات من وسواس النفس فاحنا لازم نراعي ده ولازم نتق الله في انفسه يبقى تاني حاجة بقى اول حاجة التعارف تاني حاجة لو سمحت تجنب بقدر الامكان التتبع ما تتتبعش حد وعرف ان تتبعك ده احتمال كبير يدخلك في حديث رسول الله صلى من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في جوف بيتي اخر حاجة لما تشوف حد ويبقى عندك شهوة ان انت تدعي كده يبقى عندك شهوة ان انت تتعرف وتحكم عليه قول كده لما يكون عندك شهوة ان انت تحكم عليه ادعيله بظاهر الغيب اللهم اني اسألك ان تجعل هذا خيرا مما اظن واجعله يا ربي في عيني سليما وفي عيني كريما حتى تدخني في كرامة المحبين ادعيله كده عشان تبتعد عن مسألة الايه الحكم على الناس يا سادة اذا اردت ان تكون طيبا فدعي الاحكام على الناس فانها لا تأتي الا بكل سواد ونحن نرجو ان تكون قلوبنا اصفى من اللبن فصف قلبك من الاحكام على الناس لان هذا لا يكون الا من الوسواس يا سادة نسأل الله سبحانه عنه وجنبنا المكاره ما ظهر منه ومبطن